في مكتب الحديدي حامد قال هاي أمير خلصت شغل نقل الشحنات كلها وزبطت المخازن أيها يا بابا الحمد لله بس كده المخزن فضي ومحتاجين أسمنت كتير لأنه نقص جدا من عندنا كده إن شاء الله هيوصل بعد يومين أنا اتفعت وكل حاجة هتبقى تمام المهم كلمت عمر ابن عمتك اطمنت عليه لا والله يا بابا أنا بفكر أخلص وروح أطمن عليه بنفسي وأبو المرة أشوف نور وأطمن عليه خلاص يا حبيبي روح انت دلوقتي وأنا هأفل المكتب واحتمالك أطمن عليهم بالليل شوية حبيب قلبي يا بابا أمير يا غالي سلامنا بقى وهسيب لك العربية لا يا حبيبي خدها معاك ولما حب أجي هكلمك تيك ده خدني وهرجع لبيت دلوقتي مواصلات مفيش مشكلة مش بقولك حبيب قلبي ماشي يا حاج هستنى تليفونك سلامنا بقى سلام يا حبيبي ومشي أمير وطلع على الحارة وقلبه كان فرحان إنه هيشوف نور هيشوفها بعد ما كلمه عمر وحس إنها قربت منه خلاص وإن نور هتبقى لأمير الحديدي وبس وصل أمير وعد على الورشة ملقاش حد تلع فوق وخبط وتقى فتحت له إزايك يا تقى عامل إيه حبيبتي أبي أمير أنا تمام الحمد لله انت عامل إيه أنا زي الفل والحمد لله إيه المهم فين نور وعمر عدت على الورشة ملقيتش حد نور جوه وأبي عمر ممكن يكون عند عم رمضان ليه هو وافق على عرض عم رمضان أيها الحمد لله ونزل وقرر إنه يفتح ورشته خلاص الحمد لله أنا كنت واثق من كده طب أقولك يا تقى ما تندير على نور خمس دقايق بس كده حاضر يا بي ثواني دخلت تقى جوه وكانت نور رايحة جاية في القوضة مش عارفة تعمل إيه تقى قالت إيه يا نور التي محترى كده ليه مش عارفة أقوله إيه أزل نفسي الأم وارضة بيه ولا أتخلى عنه وأقوله لأ واشتري كرامتي أعمل يا تقى دبريني أنا لو مكانك لا يمكن أتخلى عن حبيبي مهما كان خصصا لو واثق أنه بيحبيني وعنده استعدادي بيالكون كله بحاله ويشتريني مش عارفة موجوع قوي يا تقى همود بس صحيح تقلتينه على حاجة قوي يا تقى قوي والله كنت همود وأقوله مكن قلت لأ مش عايزين مشاكل ونكون إحنا السبب فيها المهم طلعي بقى إحنا هنسيبه قعد برة كده الوحد ولا إيه خلصت لعينتي وأنا جاية وراكي وفعلا طلعت تقى وبعدها نور إيه يا نور سنع لما تخرجي أنا عايزة تطمن عليكي بس وبصلها باستقرب وقال مالك يا نور ووشك متغير ليه كده لا ما فيش يا أمير أنا بس تعبنا شوية تعبنا؟ مالك يا حبيبتي حاسة بإيه؟ نور بصتلي ودموها نزلت وزكتت أمير قلبه دق بخف وقرب منها وقال مالك يا نور في إيه فهميني؟ نور زادت في عياتها وما كانتش قادرة حتى ترد عليه ويسابته ودخلت القوضة أمير وقف محتر ومش عارف مالها بصلتها وقال طب ما تفاهميني انت يا توع إيه اللي حصل؟ مالها نور أنا مش عارفة أبي أنا لسه جاي من الكليه وما عرفش مالها عموما أنا هقعد معيها وعرف اللي حصل وابلغك أمير بص ناحية قوضة نور وكان حسس إنه هيتجنن وقرر إنه ينزل ليه فهم من عمر كل حاجة وفعلا نزل وكان بلية في الورشة السلام عليكم إزاك يا بلية؟ وعليكم السلام يا أستاذ أمير أنا بخير الحمد لله هولوصت عمر فينه؟ هو كان هنا من شوية وتقريبا راح مشوار مع عم رمضان مالك يا أستاذ أمير انت كويس؟ أمير كان صرحان وما ردش عليه أستاذ أمير أنا بسألك انت كويس؟ أيوة أيوة يا بلية الحمد لله قعد على الكرسي وقال كمل شغلك يا بلية أنا هستنى عمر هنا بلية قرب منه وقال له مالك يا أستاذ أمير مش عايدك تبقى مخنوق كده وبعدين والدتك كانت هنا من شوية يعني بصراحة الموضوع كده يقلي هو في حاجة ولا إيه؟ أمير برع عينيه وقمن على الكرسي وقال مين؟ والدتي؟ دي جات أمتى يا بلية؟ بلية خاف من المنظر وقال هو أنا غلطت ولا إيه يا أستاذ ينهاري سويد؟ أمير قطع بساطة عالي وقال انت يا بلية؟ والدتي كانت هنا أمتى؟ تقريبا من ساعتين أنا أسف لو غلطت والله أنت متأكد أنها والدتي يا بلية؟ أيوة طبعا يا أستاذ أمير أنا عمري ما توح عنها أبدا أمير ساب وتقولها فوق بسرعة وخبط كتير لدرجة أنهم متخضوا وقامت تقى تفتح بسرعة تقى بخد قالت أبي أمير خير اللي حصل؟ فيه إيه؟ أمير دخل متعصب ووقف قصد نور وقال أمي قالتلي كيه نور تعبك قوي كده وعايزك تقولي اللي حصل من غير كد تقى ونور تفجأوا أنه وارف ونور قالت وهو أنت عرفت منين يا أمير مالكيش دعوة عرفت منين أنا عايزة أعرف أمي قالتلي كيه بالزبط ما قالتش حاجة يا أمير كانت جاية تطمن علينا وبعدين أنت بزعك كده ليه إيه اللي حصل لكل ده؟ كده؟ ماشي يا نور أنا بقى هعرف هي قالتي بالزبط وبطريقتي ولسه كان هيمشي تقى وقفت قدامه وقالت أبي أمير ممكن تهدأ وبعدين نتكلم مع بعض صدقني ده أحسن حل عشان نعرف نحل الموضوع أكرم كان طالع على السلم جري بعد ما سمع صوت أمير وقال فيه يا جماعة صوتكم علي كده ليه؟ إيه أمير وبصل نور وقال مالك يا نور بتعيطي ليه فيه إيه؟ حد يفهمني أمير بصلتها وقال أنا هديت يا تقى ممكن بقى تحكيلي لأن أختك مش راضي أتحكي؟ نور بزعيق قالت ما ديش حاجة أصلا تتحكي والدتك جات زيارة عدية ومشيت وانت عايزاني بقى أسدق اللي انت بتقوليه ده مش كده؟ ماشي يا نور هسدق بس لو فعلا إلا حصل غير كده سدقيني هتزعالي مني أكرم مسك أمير وقال أقعد بس يا أمير وفهمني إلا حصل بالزبط وانت يا نور إهدي كده ويريت ما تخبيش أي حاجة لأن بكل بساطة الموضوع خلاص تعرف واللي فهمته إن والدة أمير كانت هنا وانت مش راضي أتحكي اللي حصل فاستهدوا بالله كده ونقعد نحل الموضوع بهدوء أمير قعد ونور دخلت جوه غسلت وشها وخرجت وتقى وأكرم كانوا محترين بينه أكرم بصل تقى وقال هو عمر فين يا تقى؟ عمر تقريبا مع عم رمضان ومعرفش راحه فين هو عارف موضوع والدة أمير ده؟ تقى بصلت لأمير وقالت؟ أي وعارف أمير بصل تقى وقال طب ممكن تحكيلي اللي حصل يا تقى بالظبط؟ أكرم قال له تعال بس نقعد تحت يا أمير على ما أصبك تهدى وعمر يكون رجع لأن وجودنا هنا غلط وبعدين نفهم كل حاجة من عمر ونور ده أفضل أمير بصل أكرم وتقى واهم ونور خرجت وأمير بصلها بلوم وهي أدموعها نزلت ونزل أمير وأكرم على تحت تقى بلوم قالت نفسي أعرف أنت ليه ما حكتيش ليه يا نور؟ مش عايزة بسبب مشكلة بينه وبين أمه حتى لو هاجي على نفسي ما أقدرش أسبب لأمير أي مشكلة يا تقى فاميني خلاص يا نور هدي أنا بس كالرأي أنه كده يعرف ولو ما عرفش التفاصيل منك هيعرفها منها والمشكلة هتكبر أكتر احكيلي ويا نور وهدي ده أفضل والله من أنه يروح ويعرف منها صدقيني كده هيخسرها خالص نور فكرت وقررت تتصل بيه تهدي خلاص يا تقى هتصل بيه وربنا هيحلها وفعلا اتصلت بيه وأمير فتح الخط من غير ما يرد نور قالت أمير أنت مش عايز ترد علي أمير قلبه واجع ومنصتها والحزن اللي فيه نعم يا نور أنا مش عايزك تزعل مني يا أمير والله يغصب عني حقك علي حق أنا اللي عليكي حقك أنت اللي علي يا نور أنا عارف أن أمي أكيد زعلتك وقالت كلام ما ينفعش يتقال ما ينفعش يتقال لنور الصاوي أبدا أنا كل اللي مزعلني أني أنا المفروض أول وحدي طبطب عليك أول واحد يراضيك أول واحد يحس بواجعك وتحكيله ما ينفعش تخب علي حاجة مهما كانت سكوتك ده بيقتلني يا نور نور أنا عمري ما تخيل حياتي من غيرك ولا أفكر بس أني أتخلى عنك مهما كلفني الأمر عارفة ليه ليه يا أمير عشان أنت تستحق يا نور أني أقصر الدنيا كلها وكسبك وعشان عارف ومتأكد أن اختياري ليكي صح وأن رأي والدتي هو اللي غلط نور أنا عايزة أبقى كل حياتك لأنك أنت فعلا كل حياتي وإنت فعلا كل حياتي يا أمير بتكذبي يا نور وأكيد عارف أنك بتكذبي لا والله يصدقني أنت عمر وثقة كل حياتي عرفت أنك كنت بتكذبي من الأول دي طبعا حاجة معروفة وعمرها ما تدايقني بالعكس أنا بفتخر بحبك لأخوكي لأنه فعلا يستحق ربنا ما يحرمني منك أبدا يا أمير ولا منك يا قلب أمير صحيح عندك غدا ولا أطلب ديليفري أنا أعمل لك كل اللي نفسك فيه يا حبيبي قلت إيه؟ كل اللي نفسك فيه يا إيه؟ أمير بس بقى بص بقى أطلع مع عمر وهتلاقي أحلى أكل أحلى أمير في الدنيا كلها من الأحلى نور نور ضحكت وقفلوا مع بعض هما الاتنين أكرم كان واقف متنح لأمير لا والله الموضوع كده انتهى صح؟ أمير تنهد بارتياح وقال ياه وأحلى نهاية أنا بعد المكلمة دي مش عايز حاجة من الدنيا عقبال عندي يا رب وضحكوا هما الاتنين وبعدين راحوا القهوة يستنوا عمر في فيلا السويفي أصرف بخبس قال أسعد به أنا عندي الحل اللي يخلي نغم تبعد عن عمر الصوي نهائي ومن غير تعب كمان حل إيه ده يا أشرف أنا عندي استعداد ألبسه قضية ويروح فيها وبكده نبقى أخلصنا منه نهائي نغم سمعت كلامهم لأنها كانت جاية تتفاهم معاهم بهدوء زي ما عمر كان قال لها أنت بتقولي يا أشرف أنت عايز تقزي عمر أشرف اتحرج وقال بص يا نغم أنت اللي هتضطرين يعمل كده نغم صدقيني عمر ما ينفعكيش نغم بصدمة ودموع بصت لأسعد اللي كان واقف مصدومه وكمان من تهديد أشرف وكلامه إيه يا بابي أنت ممكن تعمل كده في عمر ومش عمر بس أنت ممكن تعمل كده في أي حد طب فين المبادئ اللي ربتني عليها فين الدين فين الأصول فين كل ده كان كذبه ولا إيه أشرف قيل نغم أسعد بيه عمر ما يفكر يعمل كده ولا أنا كمان هفكر أنا بس كنت بقول كده عشان بحبك وعشان عايزك وأنا واثق أني أنا اللي أقدر أسعدك مش هو عشان خاطر يا نغم ما تخلنيش أعمل حاجة زعالك في يوم الأيام وأبقى كمان مش راضي عنها أسعد تنرفز وقال له بس بقى أنت تسقط خالص أنت كل مرة تيجي تصلح تبوز أكتر أسقط بقى أسقط هوا ده فعلا اللي هيعوضني فعلا يا بابي أنت عندك حق في كل كلمة ييه أنا تعبت أنا دخل جوه ويسابهم أسعد ودخل أشرف انتهز الفرصة وقال بص يا نغم عايزك بقى تسمعيني كويس أنا عارف أنك مش بلعاني ولا بتحبيني بس للأسف أنا بحبك وبحبك جدا كمان ومش قادرة تخيل أنك ممكن تكوني لحد غيري وبالذات اللي اسمه عمر ده فركزي كده وعرفي أني مش هسمح لحد يأخدك مني فهمة مش هسمح لحد يأخدك مني يا نغم ولو وصلت أني أقتله أو ألبسه قضية ويقضي بقى حياته في السجن هعمل كده والجادع بقى اللي يخرجوا منها فهدي كده وخافي حسن لك سلام يا نغمتي نغم وقفت وكانت حسن دها مشلولة ومش عارفة تعمل ايه تبعد ولا تقرب وتعرض حيات عمر الأخوات وللخطر وقعدت على الأرض طاية وما كانتش عارفة تعمل ايه والحد هنا استنيني في الحلقة الجاية وما تنسوش تعملونا لايك الفيديو واشتراك للقناة وتفعيل الجرس على إشارة الكل علشان يوصلكم كل جديد سلام